إذا متابعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم سقوط حر لإيمالوي الماكرون والحزب ديالو في الانتخابات التشريعية الأوروبية وسعود سريع وغير مسبوك كذلك لليمين المتطرف الذي فاز بـ 30% من الأصوات مقابل 15% من الحزب ديال ماكرون أشنو المعنى هذه النتائج واشنو الأهمية هذه النتائج واشنو كتعني هذه النتائج بالنسبة للمغرب والمصالح ديالو في أوروبا تحديدا في فرنسا فبداية غدا نقرأ لكم نص الخبر الذي يقول في تقديرات أولية فاز حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بأكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات التشريعية الأوروبية التي شهدتها البلاد الأحد التاسع من يونيو فيما حل حزب الرئيس الفرنسي ثانيا والاشتراك ثالثا وحزب فرنسا الأبية الرابعة وتأتي هذه النتجة كصفعة قوية لمعسكر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون النهضة الذي حل ثانيا وفقا للتوقعات بنسبة خطة 15% بقليل والذي كان يعول على نتائج أفضل لتحقيق موقع أفضل سواء على الساحة السياسية الداخلية أو الأوروبية وبالمناسبة إيمانويل ماكرون أعلن عن حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة في فرنسا فبطبيعة الحال المغرب يراقب الوضع السياسي أو الخريطة السياسية الجديدة داخل برلمان الأوروبي وخصوصا أنه كانت هناك حملة قذرة ضد المغرب والتي كانت متزعمها هم أصدقاء ماكرون من بينهن استيفان سيجورني الوزير الخليجي الفرنسي الحالي الذي كان يقوم بتزعم الحملات المغرضة ضد المغرب في فرنسا فبطبيعة الحال المغرب المصلحة الدبلوماسية الأولى هو سواء اليمين سواء الوسط يعني الطغم الحاكما الذي كانت حاليا في فرنسا الذي هو إيمانويل ماكرون والناس الذين كانوا دائما ضد المصالح المغرب ونحن رأينا بطبيعة الحال الأزمة الدبلوماسية التي كانت اسمها بين المغرب وفرنسا لكن المشكل فينا هو المشكل أن اليمين المتطرف عندهم سياسات معادية للمهاجرين يعني الجالية المغربية في الخالج ستتأثر بهذا اليمين المتطرف فالمغرب عنده مصلحة دبلوماسية مع اليمين لكن الجالية دينا ستتأثر بسبب أن اليمين يرفض المهاجرين ويدعون إلى وقف المهاجرين وعندهم سياسات معادية للمهاجرين وديه مسألة معروفة عن اليمين المتطرف ليس فقط في فرنسا وإنما في عموم أوروبا لكن المغرب لن ينسى على أن من كان وراء التصويص داخل برلمانديا الاتحاد الأوروبي ضد المغرب تحديدا يوم 19 يناير 2023 والذي تضمن اتهامات وحملة مغرضة ومزاعم خطيرة تستهدف المغرب وتستهدف السلطة القضائية في المغرب من تزعم هذه الحملة كما ذكرت هو الصيفان سيجورني وهو كان كذلك متزعم لهذه الحملة وكان يحركوا بشكل واضح كان هو إيمالوان الماكرون لكي يستهدفوا المغرب ويبتزوا المغرب ويحاولوا لأنهم يبتزوا المغرب في المصالح ديره داخل الاتحاد الأوروبي لكن لا يقدروا لأنهم في نهاية المطافة لأنهم يقوموا بإخضاع المغرب ولأنهم يبتزوا المغرب كذلك المسألة في زيزال الحوز كذلك سيجورني والمجنوع اللي كانت معاه وإيمانويل ماكرون اللي كانوا محطين به سواء ما يتعلق بالأمر بكتلة تجديد أوروبا كل هذو كانوا يستهدفون المغرب بشكل مباشر لكن في نهاية المطاف ما قدرواش على أنهم يخدم المغرب ذلك الشي اللي يبغاه والآن كنشوفوا على أن اليمين سعد بشكل كبير جدا في الانتخابات التشريعية لدرجة كما ذكرت على أن إيمانويل ماكرون طلب أو قام بحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة لأن ما حدث في الانتخابات الكرام هو صفعة كبيرة وقوية وغير مسبوقة لإيمانويل ماكرون وللناس اللي كانوا محيطين به وللتحالفات اللي كانوا معاه فعلى ما أدر ما كانوا يتوقعوا هذه النتيجة بهذه الطريقة هذه كانوا يعولوا على نتائج أفضل لكن حدث ما حدث طبعا نحن نعلم جيدا أيضا على أن اليمين العلاقة ديالهم مع نظام حضرات الجزائر دائما كتكون منتوترة ما كيحملوش حضرات الجزائر خصوصا وأنه كما ذكرت فيما يتعلق بالمهاجرين وما إلى ذلك الجالية الجزائرية في فرنسا معروف عليهم كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال ومدن أخرى معروف عليهم السرقة معروف عليهم الإجرام معروف عليهم سمعة سيئة جدا فيما يتعلق بالجالية الجزائرية وأتوقع على أن اليمين المتطرف في فرنسا فور صعوده يعني سواء إلى سدة الحكم أو إلى منصة التسيير في فرنسا أو إلى الرئاسة في فرنسا في وقت معين فإن أول حاجة ستوقع وهو أنه ستطل العلاقة بينهم وبين حضرات الجزائر خصوصا فيما يتعلق بالجالية لأن معروف عليهم سمعة خائبة جدا سواء في فرنسا أو في دول أخرى هذا فيما يتعلق بالجالية ستكون هناك أمر أخرى متعلقة كذلك بالعلاقات الدبلوماسية ما بين الطرفين نحن نعرف طفية الحالة لأن حضرات الجزائر لا يستطيعون أن يواجهوا فرنسا وإيماني والماكرون كانت دار معهم نوعا ما شوية للخطر خصوصا تلك الزيارة التي كانت دارها إلى حضرات الجزائر ووقع اتفاقية للغاز ومجموعة من الأمور وخذ هذه الشيء الذي يريد وبهدل حضرات الجزائر ولكن نوعا ما كانت دارهم شوية للخطر فيما يتعلق قضية الصحراء المغربية والمسائل السيادية المغرب والحملة التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق داخل برلمان للتحاد الأوروبي لكن كل هذه المسائل ستتغير بشكل كبير مع اليمين المتطرف لكن كما قلت لكم المشكلة التي ستكون لدينا معهم هو المسألة الجارية المغربية لا يقربوا لهم بأي شكل من الأشكال وإنما شوفوا المسائل ديالهم والسياسية ديالهم مع حضرات الجزائر ولا مع دول أخرى ولكن نحن يعطينا بأتساع لكن في نفس الوقت كما قلت لكم المصالح الدبلوماسية العلية للمملكة المغربية ستكون أفضل مع اليمين من ما كانت مع مثلا العهد ديالإمانويل مكرون والتحالف اللي كان عنده والأحزاب اللي كانوا مشاركين معه لأننا في العهد ديالإمانويل مكرون مش فينا غير الأزمة الدبلوماسية ما بين فرنسا والمغرب مش فينا شي حاجة اللي هي جيدة حتى هذه اللحظة يعني كانت هناك الصحراء ولكن شنبع التردد والأمور كانت محتشمة نوعاً ما عكس ما يريده المغرب وعكس ما كنا نريده من أجل إصلاح العلاقات الدبلوماسية لكن هذه الانتخابات متبعين كرام على ما أدون سوف تغير الكثير ليس فقط داخل فرنسا وإنما كذلك داخل برلمان ديالتحال الأوروبي لأن برلمان ديالتحال الأوروبي في نهاية المطاف كان كذلك مرتع باش أنهم يستفزوا المغرب باش أنهم يحردوا ضد المغرب وباش أنهم يستغلوا بعض الأشخاص أو بعض الباللمانيين اللي عندهم أصل جزائري مثلاً يعني فرنسيين من أصل جزائري اللي كانوا كيقوموا كذلك بحاملات ضد المغرب سواء فيما يتعلق بمسألة بيغاسوس ومسائل أخرى فيما يتعلق كذلك بقضية الصحراء المغربية كل هذه المسائل بطبيعة الحال في نهاية المطاف ما أصدقاش لهم ما أخدمتش لهم نضم حضرات الجزائري بلدي الفلوس لكن في نهاية المطاف كنشوفو على أن اليمين الآن المتطرف هو الذي يسعد بنتيجة خيالية بنتيجة كبيرة جداً كنت حتوه هنا على 30% والحزب ديال ماكرون والتحالف ديال ماكرون كنت حتوه على 15% يعني الضعف لكشي اللي اللي يبغيه ماكرون فبالتالي ماكرون شنو دلد الآن مشحل البرلمان وقام كذلك بإجراء انتخابات أو الإعلان عن انتخابات مباكرة فهذه الشركة منتبعين كرام سوف أوافقكم بالمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذه القضية ثم أراكم في فيديو قاعدة